اختتمت بمركز الدراسات والتدريب من أجل تنمية سيفوت أعمال الدورة التدريبية التي نظمت لصالح مخلص الجمارك حضر المناسبة الختامية المديرة العامة النائبة للجمارك تقرير آدم حسن مكاوي من الآن وصاعداً العمال الجمركيين ومخلصي الجمارك والفاعلين الاقتصاديين ووكلاء الشحن وموظفي الإدارة العامة للجمارك سيعملون بكل مهنية واحترف وذلك بعد أن تلقوا معلومات وخبرات مكثفة في يومين بإشراف الخبراء الجماركيين لللجنة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا المشاركون في هذه الدورة عبروا عن أهميتها في مجال عملهم أنا نقول يعني لقينا شغل كثير يعني فيه أشياء أننا ما نعرفوها وجينا هنا في السمينير رئي رفنا ودعنا نقول يعني شيء كثير الأسبير التنين أنا دواندولا بيجينغابا وإسماعيل أسمنت ورونو شيء كثير المديرة العامة النائبة للجمارك السيدة آدم ديسالا بياتريس في خطابها أعربت عن شكرها لنقابة العمال الجمركيين على هذه البادرة طالبة من شركاء الجمارك الآخرين ألحظوا بالمثل من أجل القيام بالعمل على أكمل وجه مؤكدة بأنها ستقوم بتقديم هذه التوصيات إلى الجهات المختصة التوصيات التي خلص منها المشاركون في هذه الدورة تتلخص في سبع نقاط أبرزها تطبيق قيمة المعاملات ووضع أشخاص ذو كفاءات في مكاتب العمل وفتح مكتب بميناء دولاء ليساعد وقالاء الشحن